سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشارة اليوم يقول عنها بعض أهل العلم من شراح الحديث يقولون لا نعلم حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أجر أكثر من هذا اعطوني البشر الله يبشركم بالخير عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنى من الإمام فاستمع ولم يلغو شفت كل هالأمور اللي مع بعضي بعدين ايش فيه كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها رواه أبو داود وقال الألباني حديث صحيح أعطوني ما عليش سامحني أبغى أعيد كان له ايش مرة ثانية لو سمحت كان له بكل خطوة عمل سنة بكل خطوة يا ناس حديث صحيح والله ما جبت شي من عندي كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها لما تسمع مثل هالحديث تحس قديش هو يحبك تحس قديش هو قريب منك كأنه يقول لك انت بس تعالوا ابشر الخطوة هالوحدة منك شوف قديش أجرها فما بالك باللي يمشي ما بالك باللي يقرب على الله ما بالك باللي يهرول على الله بكل خطوة عمل سنة صيام وقيام لا إله إلا الله طب ليش يسوي كذا يحبنا طب ليش يسوي كذا يبغى يغفر لنا طب ليه يسوي كذا يبغانا ندخل الجنة انت بس قولوا يا رب وأبشر اشتركوا في القناة